مشاهدين بتستمر تخطيطنا العالم في العالمين من هنا من مدينة الأحلام، مدينة الأمل، مدينة العالمين الجديدة واستمرار لفعاليات مهرجوان مدينة العالمين الجديدة معي واحدة من الأسر اللي يعني بتزور منطقة النورس سكوير، المنطقة التجارية الترفية الأولى اللي بتقول على البحر هنتعرف على رد فعلهم من الزيارة أول مرة عالمين ولا إيه؟ لا، مش أول مرة دي تعتبر ثلاث مرة في العالمين تقريباً في تطور كل سنة عن السنة اللي قبلها جينا من سنتين تقريباً والنهاردة أحسن وأحسن إن شاء الله عم قبل كده يعني إللي عجبك في العالمين؟ والله الأجواء كلها حلوة احتفالات الأماكن كلها هاي ليفل المدينة كمان تعتبر نيكست ليفلوف سيتي لأن أنا عايش بره فأعتبر زي مثلاً أقول زي دبي زي أنا عايش في الدوحة فتعتبر شوية المدينة مختلفة فيها كل الفاسيات الموجودة في المدن اللي بره وإن شاء الله متطور لتطور إن شاء الله أحسن إن شاء الله طبعاً ما حبنا واحترامنا لكل الدول العربية لكن إن شاء الله العالمين هتقف حتة مختلفة مادام عايز ألك على يعني رد فعلك أول ما دخلت العالمين تفضلي معنا الأجواء بصراحة حلوة جداً والأولاد مبسوطين والمدينة رائعة بصراحة حاجة عجبتي؟ الشوبينج طبعاً هنا والبحر والمناظر كله كويس حمد الله الشوبينج تمامي هنا؟ حمد الله هسأل بقى الأولاد حاجي لك يا مالك إيه أكتر حاجة عجبتك وتكلمت مع باباك قلت له بابا أنا مبسوط قوي باللي أنا شفته هنا الأجواء حلوة كلها يعني الجو حلو والأشكل يعني أماكن شكلها حلو ونظيف يعني بكده كويس شفت الأبراج شفت الممسا آه كلها حاجات كبيرة يعني كبيرة زي حاجات اللي بقرأ وكده حلوة 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 إيه رأيك؟ إيه رأيك في التطور اللي هنا؟ كنت متوقع مدينة العالمين الجديدة بالشكل؟ جدا يعني توقعت أن المكان يبقى عملاق وجميل ومليان تطور والحاجات ديت والصراحة ما خيمش ما أمل يعني المكان مكان كبير وفيه شوبينج وفيه أماكن سياحية والحاجات ديت وإحنا في مرينا يعني اللي هي قريبا شوية من هنا مكان رهيب يعني الحمد لله فعاليات في المهرجان ولا لسه شفتوا حفالات لسه ما لسه جيين بقى أنا يوم أمس يعني لسن بارح فإن شاء الله إن شاء الله بدعوكم أن أنتوا تتعرفوا على فعاليات مهرجان مدينة العالمين الجديدة في كل شبر من المدينة فيه فعاليات سواء في الممشا السياحي أو في منطقة قرينا العالمين أو في منطقة الألعاب الترفية الأولاد ممكن ينبستوا فيها بس قبل ما أختم معاك وأنا عايز أسألك يا مالك تعالي إيه أكتر حاجة بقى عجبتك هنا نزلت البحر ألا لسه احكي لي هاي عاجب كل حاجة حالة جميلة وهو كويسة مبسوط هتيجي تاني أمتى عايز تيجي تاني ألا عايز تيجي تاني تمان يومية هم من يهدي هو دوت اليوم حصل نروح نروح مصر يعني بعدين صرناه وراحين هنا وهنرجع له تاني عاني جينا تاني ان شاء الله يعني بشكركم جدا وبتمنى لحضراتكم وقت سعيد وانكم تستمتعوا بوقتكم في مدينة العالمين الجديدة عندك اللقاءنا مع واحدة من الاسر اللي بتزور منطقة نورس سكوير واللي بتعرف على فعاليات مرة جمع بينت العالمين الجديدة لان هرجع لزملائي مرة تاني